وعود لكم من جديد يعني بالفعل كان كلب جميل جدا وبدأ بهتافات جميلة شاهدناها في هذه المظاهرات والاحتفالات التركية يا الله بسم الله الله أكبر كانت بالفعل هذه الهتافات المتصدرة للمشهد التركي في الآمنة الأخيرة خصوصا بعد فشل الانقلاب الآن نرحب بالمنشد مصطفى جقمقجي طبعا هو نبهني أنه اسمه بالتركي شقمقجة ومن حق الإنسان أن يذكر باسمه بشكل صحيح نرحب بك أستاذ مصطفى وجهود مباركة جزاكم الله خيرا أهلا وسلام وسباحكم خير أهلا بك مصطفى مصطفى أخبرنا عن فكرة إنتاج عمل عربي تركي مشترك وفي ظل هذه الأحداث كيف ظهرت هذه الفكرة بالنسبة لكم حقيقة فكرة جميلة وغراتبنا خاصة مع فنان الغالي أخونا موسى مصطفى تحياتنا وأنا أيضا تركي ممثل تركيا فعلنا هذه الكريب خاصة نحن نريد أستعوذ بالله إنما المؤمنون يخفت أن نحن مسلمين ولازم واحد يعني في فكرة واحد وخاصة أهنئ الشعب التركي والشعوب الإسلامية هذه الحادث ليس مهم فقط الشعب التركي وخاصة نحن فعلنا مع فنان العربي موسى مصطفى وأنا تركي أظهرتم روح التعايش بين العرب والأتراك وأن القضية قضية عربية إسلامية نعم صح هذا قضية أيضا العربية وإسلامية نعم طيب الآن معنا بالمناسبة الأستاذ موسى مصطفى أيضا يعني عبر الاسكاي ونرحب بك أستاذ موسى طباح الخير طباح الإيمان لك والفنان الجميل مصطفى وتحية لكل المشاهدين اللي عم بيشوفونا من خلال شاشة دار الإيمان أكيد وتحية لك وجهود مباركة أيضا يا أستاذ موسى يعني لابد أيضا أن تخبرنا أنت يعني عن فكرة إنتاج عمل عربي تركي مشترك وفي ظل هذه الأحداث يعني خبرنا أنت كيف تحمس لي هذه الفكرة الفكرة هي بالفعل رائدة خبرنا عن شعورك اتجاهها وكيف خططت لها حقيقة هي الفكرة يعني جاءت من الحرص والخوف من خلال هاي سويعات الانقلاب اللي نحنا كنا يعني خلال هاي الساعات فعلا في خوف شديد على الشعب التركي طيب في البداية على أن يعود من الحرية إلى حكم العسكر إلى الحكم الظالم بالإضافة إلى الخوف على أهلنا يعني المتواجدين العرب أو اللاجئين من شتى بقى العالم في تركيا الخوف على مصيرهم في تركيا أيضا الخوف على الديمقراطية الخوف على الحرية اللي بتنعم فيها تركيا هاي بلد الأمان بلد السلم شو مصيرها حيكون في حال نجح الانقلاب لا سمح الله كل هاي الظروف هي كانت يعني الشرارة وهي كانت الضوء اللي أعطانا هاي الفكرة لتقديم هاي الأنشودة طبعا تحية لصديقي الفنان مصطفى اللي هو كان يعني النصف الجميل في هذه الأغنية اللي قدمناها نعم أكيد يعني أستاذ موسى أيضا عفوا المصطفى لابد أن تخبرنا عن ظروف إنتاج العمل يعني بالتأكيد لم تكن ظروف هينا خصوصا في ظل الأوضاع يعني ما زالت تركيا في حالة طوارئ عفوا لكن خبرنا عن ظروف إنتاج العمل ظروف يعني يعني إذا كان فيه تحديات صعوبات واجهتكم نعم طبعا نحن سجلنا في هذه الكليب في بورصة بورصة مدينة مهم جدا أول عاصمة للدولة العثمانية وخاصة اشتركت الشعب بورصة شعب بورصة وطبعا كليب هذه الأعمال ليس سهلة طبعا ومن كامل يوم تقريبا سجلنا وخاصة ساعدنا في مسرح في بورصة طبعا بعض الصعوبات فيه ولكن هذا ليس مهم لنا بالسبب يعني هذا دعوة كبير لنا يعني وخلصنا في بورصة وخاصة في مسرح شعب حبيت كثيرا والآن ينتظرون هذه الكليب كل الناس يعني وأيضا في شعب تركي وكل شعب الإسلامية والعرب طبعا هو الآن في عرضه الأول عبر شاشة القناة دار الإيمان ممتاز ولابد أن ننوه أنه إن شاء الله سيتم عرضه اهتباعا وأيضا سيكون هناك احتفال أيضا لعرض هذا الكليب من جديد يعني لابد أن ننوه للمشاهدين طيب أخبرنا مصطفى لابد أن أسأل عن مسألة جدا مهمة يعني وهي رسالة أيضا موجودة في هذا الكليب هذا الكليب ليس مجرد كليب إن شادي يواكب الحدث فقط وإنما يوجه رسالة تعايش يعني شاهدنا في المظاهرات التنوع الموجود جميع فئات الشعب خرجت في المظاهرات أنت كتركي ما هي الرسالة التي توجهها لشعبك بداية وأيضا للعالم العربي يعني بعد هذه الظروف التي حدثت وبعد هذا التنوع وتعاون جميع الفئات الذي كان موجود في المظاهرات نعم سبحان الله أنا أيضا أشتركت في هذه الميدان وأيضا أنا رأيت كل إسلاميون يعني فيه العلمانيون وأيضا قوميون هكذا في تعايشون يعني كل معنا كلهم في المظاهرات نعم وهذا مهم ورسالة كبير جدا وأيضا إلى العالمية هكذا إلى كل بلاد المسلمين وأنا رأيت طبعا هذا شيء مهم جدا لازم نعاش كل زمان هكذا يعني بالسبب لازم واحد كلنا وخاصة رأيت بعد الفشل الإنقلاب العسكري حقيقة كله ينزل إلى الشوارع نعم من كل طرف يعني سبحان الله كل شعب وهذا رسالة كبيرة يعني أيضا في كليب نحن فعلنا هذه الرسالة في كليب داخل الكليب يعني جميل أستاذ موسى خبرنا عن مسألة يعني وجود أو إنتاج كليب بلغتين عربية وتركية واللغة التركية ليست باللغة الهينة خبرنا كيف يعني تمت هذا هذه الخلطة كيف تعاملت أنت مع المسألة طبعا بداية يعني أنا بشكر قندار الإيمان على الاستجابة السريعة لمثل هذه الخطوة في تبني هاي الفكرة وتبني فكرة يعني تصوير وإنتاج كليب عربي تركي هي الفكرة جاءت أنه مثل ما حكتلك أنه يعني الحب والحماس لتقديم شيء لتركية للشعب التركي كانت في البداية أنه ممكن نحن نقدم الأنشودة باللغة العربية وبعدين في ناس اقترحوا لا من الجميل لأنه هي بما أنها موجهة للشعب التركي تكون خليط نعم بما أنها موجهة للشعب التركي لا بد يكون فيها أيضا يعني غناء تركي فكان يعني هناك في أكثر من كليب قد يكون نزل للساحة بالغناء التركي أو بالعربي التركي لكن يعني ما شعرنا أنه هو عبر عن لأن الأتراك في شخصياتهم وفي نفوسهم شيء قد هم يعبروا عنه بشكل أفضل فكان يعني كانت الرؤية عند الأحبة في دار الإيمان والرؤية عندما كان الحديث والتشاور أنه يكون هناك فنان تركي قد يشاركنا هذا الكليب فتم الاتفاق مع الأخ الصديق مصطفى وتقديم هذا الكليب يعني أستاذ موسى حسب علمي هو يعتبر الكليب الأول من نوعه الذي يشارك فيه يكون إنتاج تركي عربي أو مشاركة عربية تركية حسب علمي في مضمار الفن والإنشاد نعم بالضبط هو أول كليب يعني قدم الجانب التركي والجانب العربي طيب أستاذ موسى لابد أن أسألك نهاية كرسالة أنت كمنشد وكفنان وكبت الأحداث التركية أو بعض من الأحداث التركية وقدمت إلى تركيا وأنتجت عمل تركي يخص طضية تركية رسالة بتوجهها للعالم العربي لكل من سيشاهد هذا الكليب لكل جمهورك أكيد المتحمس لمشاهدة ومتابعة تفاصيل هذا الكليب نعم يعني هي تركية هي ليست فقط يعني للشعب التركي كل إنسان عربي مسلم يحب الحرية يحب الديمقراطية يحب الإسلام فيشعر أنه تركيا بلده فعندما أنا قدمت هذا الكليب وعندما جاءت الفكرة شعرت أنا أغني فعلاً لبلدي نحن منقدم رسالة محبة رسالة سلام لأهلنا في تركيا وأيضاً أنا على فكرة لا أتكلم فقط بلساني أنا أتكلم بلسان الشعوب العربية تجاه تركيا أنا كل ما أقابل شخص في الوطن العربي أقول له أنا قدمت أغنية لتركيا أرى البسمة في وجهه البارحة كنا مع مجموعة من الأشخاص هنا في السويد أيضاً من العرب وشافوا لقطات من الكليب فرحوا جداً أنه أنت كيف ممكن تقدم شيء للشعب التركي أنت تكلمت بلساننا نحن العرب بما في نفوسنا قدمته في هذه الأنشودة وهذا الفيديو كليب فبالتالي رسالة إلى أهلنا وأحبتنا وشعب التركي أن العرب كلهم قلوبهم معكم في هذا الأمر وهم كانوا خائفين جداً من نجاح هذا الانقلاب والحمد لله تم فشله ورسالة إلى الجمهور والشعوب العربية أنه نحن دائماً لازم نكون يد واحدة العرب والمسلمين يجب أن يكونوا يد واحدة يتحدوا ضد الظلم والطغيان أكيد أستاذ موسى أستاذ مصطفى رسالة أخيرة أيضاً بتوجهها لكل من سيشاهد هذا الكلب طبعاً أنا رأيت في كليبات في تركيا عن هذه الموضوع الخمسة عشر تموز وهذه الفاشلة الانقلاب ولكن حقيقة في هذا الكلب أطغم يعني وحقيقة كل تقدير الأكبر في قناة دار الإيمان وخاصة أستاذنا وأخونا أستاذ غالب الأمين حقيقة وكلهم يشترك معنا في هذه الكلب يعني وإن شاء الله أنا أيضاً رأيت أول مرة قبل التذاع وإن شاء الله تحياتنا إلى كل بلاد المسلمين وشعبهم يعني إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله يعني أستاذ مصطفى تشقمق شكراً جزيلاً لك على جهودك المباركة يعني في هذا الكلب وأيضاً على مشاركتك معنا في صباح الإيمان وأكيد منشكر يعني أستاذ موسى مصطفى أيضاً على مشاركته وعلى إطلالته الصباحية معنا في أولى حلقات هذا الموسم من صباح الإيمان